يأتي انطلاق المعسكر الصيفي الذي تنظيمه الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع تمكين ليؤكد المضي قدما في تفعيل مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة في خطوة تعكس الحفاظ على الهوية الوطنية وحماية الثوابت الوطنية في إطار تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا تنظم الأكاديمية الملكية للشرطة المعسكر الصيفي بالتعاون مع تمكين من خلال قائمة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تعزز الهوية الوطنية وتعمق قيم الاعتزاز والولاء للوطن طبعا ولله الحمد تنظم الأكاديمية الملكية للشرطة المعسكر الأكاديمية الصيفي الحادي عشر وسط دعم من جميع قطاعات الدولة بلا استثناء وسط تطور في أعداد المشاركين في معسكر الأكاديمية الصيفي طبعا المميز لهذا العام أنه تم اعتماد المعسكر لخطة الانتماء الوطني وتعزيز قيم المواطنة وهي خطة وطنية كانت بتوجيهات من سيدي معالي وزير الداخلية وتم تعميمها على جميع قطاعات الدولة في مملكة البحرين البرامج عندنا لله الحمد ماشية في هذه الاتجاه وجميع البرامج تعزز اللي عندنا هو الانتماء الوطني وترسخ قيم المواطنة في هؤلاء الشباب وتجسيدا لمنهجية الشراكة المجتمعية والحرص على تربية ناشئة على قيم الولاء والانتماء والمواطنة الصالحة وتزويدهم بالمهارات التي تؤهلهم للتعامل مع التحديات بفاعلية جاء هذا المعسكر والذي أصبح يشكل أحد علامات الاهتمام الوطني بقطاع الشباب الواعد لما مثلا ننظر إلى رفع الكفاءة مثلا يمكن ضمن الدراسة اللي سوتها تمكين 91% من المشاركين حسوا وشعروا بزيارة قدراتهم ومهاراتهم الشخصية إذا نتكلم عن اختياراتهم وخياراتهم المهنية بشكل عام أكثر من 87% قدروا أنهم يتكيفون ويفهمون وينهم متوجهين دعم الأهالي والأفكار اللي قاعدين نسمعها من الأهالي والملاحظات اللي قاعدين نسمعها من الأهالي اللي دائما تدعم بتطور أبنائهم وأبنائنا المشاركين في هذا البرنامج الصيفي طبعا نحن سعيدين وفخورين بهذه الشراكة ونتوقع أن هذه الشراكة إن شاء الله ستستمر مع الأخوان في الأكاديمية الملكة للشرطة لتحقيق ما يصب في دعم وارتقاء الشباب البحريني على أساس يقدر يساهم في المسيرة الزاهرة حتى هذه المملكة الحديدة ويمثل المعسكر الصيفي محطة مهمة تستهدف تنمية القدرات الذهنية والبدنية والنفسية للشباب فإعداد شباب المستقبل مسؤولية مجتمعية بالأساس تتكامل فيها جهود الأسرة والمجتمع أنا ولدي شارك فيها والحمد لله يعني راح الزيارات وتشاف الأماكن اللي راح له وبالعكس علموه الانتماء للوطن وأن الشرون الواحد يخدم وطنه يكون دائما يحاول يسوي الشيء اللي في صالح الوطن ويكون قدوة لغيره فهذه بالعكس أتمنى أنه يواصل هالبرنامج وأنه يتم تجديد أكثر وأكثر في السنوات القادمة إن شاء الله يمثل المعسكر الصيفي إحدى الآليات التنفيذية لتأكيد الهوية البحرينية وحمايتها وترسيخ قيم المجتمع البحريني وهو ما يتم تفعيلا لمبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم الموطنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر